السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي نموذج أسئلة تعلم للصف الثاني متوسط الجزء الثاني يعني الكتاب الثاني فيزياء ثاني متوسط أسئلة خمس أسئلة راح نحلها وإن شاء الله تستفادوا من عدها السؤال الأول يقول عرف خمسة علي عشر درجات منطينا ستة ترك وحدة القياس والموقع والمسافة والانطلاق والسرعة والتعجيل خلينا نعرف القياس القياس موجود صفحة سبعة صفحة سبعة أقول للقياس هو طريقة لوصف الكميات والتعبير عنها بأرقام هذا تعريف شنو تعريف القياس زين ثانيا الموقع الموقع تعريف الموقع أقول للموقع وهو مكان وجود الجسم يحدد بالبعد والاتجاه بالنسبة إلى جسم آخر يكون ثابتا هذا الموقع موجود صفحة دعش خاف ما لحقته رح أقول لكم اسم الصفحات زين الثلاثة المسافة 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 موجودة صفحة أربعة عشر المسافة أقول للمسافة وهي طبعا دي يرمزلها وهي طول المسار الذي يسلكه الجسم للانتقال من منطقة إلى أخرى وهي من الكميات المقدارية مثل ما قلت لكم المسافة موجودة صفحة أربعة عشر زين شنو بعد أدي أربعة الانطلاق الانطلاق تعريفه هو المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن أو إنه المعدل الزمني المسافة التي يقطعها جسم عند حركته وهذا هو يعني موجود صفحة أسبعة عشر الانطلاق زين هسا السرعة السرعة موجودة صفحة ثمنتعش أقول له هي المعدل إنها المعدل الزمني للإزاحة المقطوعة أو الإزاحة المقطوعة خلال وحدة الزمن هسا أدي التعجيل أيضا موجود صفحة ثمنتعش أقول له هو المعدل الزمني لتغيير للسرعة وحدته M ST وهي من الكميات الاتجاهية هذه خلصنا شنو؟ خلصنا التعاريف تعاريف عليه عشر درجات كل نقطة عليها درجة خمسة تجاوبون السؤال الثاني أملأ الفراغات التالية لخمسة فقط عليها خمس درجات أولا تغير مستمر في موقع الجسم نسبة إلى جسم آخر يكون ثابتا هو شنو؟ هو الحركة كتبون بالفراغ الأول الحركة أثنين الخط الواصل بين المواقع التي يمر بها جسم خلال حركته يسمى مسار الحركة مسار الحركة ثلاثة الجسم الذي لا يتغير موقعه بالنسبة إلى نقطة الإسناد الثابتة مع مرور الزمن هو النقطة الثالثة هو الجسم الساكن نكتب جسم الساكن زي أربع النانو أين يساوي عشرة نانو أين عشرة السالب تسعة عشرة السالب تسعة زي خمسة مقدار الإزاحة الكلية التي يتحركها الجسم من نقطة البداية راجعا إلى نقطة البداية هو صفرا نكتب صفرا ستة يمكن تمثيل الانطلاق بمنحني المسافة على الزمن زي خلصنا الفراغات والتعارف نجي على المسائل بعد عندي سؤال الثالث ألف حول أربعة بوينت خمسة إلى واحد كيلومتر خلينا نحل من الورقة هاي أكو مثال من الورقة خلينا نحل المثال البلورقة يقول لك أول مرة شنحول حول أربعة بوينت خمسة متر إلى شنو إلى واحد كيلومتر فش راح أسوي سؤال الثالث فرع ألف نقول حول أربعة بوينت خمسة متر هاي متر إلى كيلومتر واحد واحد كيلومتر زين هناش راح أسوي من العيني الحل راح نقول كل واحد كيلومتر واحد كيلومتر جقيد ألف متر كل واحد كيلومتر يساوي نجقيد ألف متر أسوي راح أقول أربعة بوينت خمسة في جقيد في واحد على ألف معيني جقيد يساوي أربعة بوينت خمسة في عشرة السالب ثلاثة كيلومتر كيلومتر ليش لأن سالب لأن أدي كسر منصعدنا خليس سالب ثلاثة وينجت ثلاثة ثلاثة صفارة وخلص الحل بس مجرد حولت من كيلومتر إلى كيلومتر لأن حول أربعة بوينت خمسة متر إلى واحد كيلومتر قلت واحد كيلومتر يساوي ألف متر زي أربعة بوينتر خمسة في واحد على ألف لأن عندي فاصلة إذا فاصلة أقسم وإذا بدون فاصلة نضرب بألف فهذه عندي فاصلة نقول أربعة بوينتر في واحد على ألف شي يطلع لأن أربعة بوينت خمسة هذه الألف يعني هذه أربعة بوينت خمسة نزلتها وهذه الألف باعتبار تلف صفارة ومن كسر صعدتها صار السابق كيلومتر هذا شنو هذا السؤال الثالث فرع ألف نشوف با يقول مثل الإزاحات التالية منطيني كيلومتر واحد تلاثمائة متر جنوبا ها يعني وأكس تو يتساوي لنا خمسمائة متر شمال شرق شلون نحل هاي الإزاحات هاي الإزاحات زي خلق شوية تم مقياس 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 رسم مناسب يعني حتى نقول واحد كيلومتر يساوي جيد واحد كيلومتر على ميت متر فنقول اكس وان يساوي نه 300 في احنا قبل لها لازم نكتب واحد كيلومتر على يمن على ميت متر جيدنا اكس وان يساوي نه 300 300 300 متر طبعا في جيد في واحد كيلومتر على يمن على ميت متر خلي لها مقام واحد الاصفارة هذا نيه روحا شي طلع عنا اكس وان يساوي نه ثلاثة شنو ثلاثة سامتي متر خلصت اكس وان عيني فسراح شنسوي نقول اكس تو اكس تو يساوي نه مش مطينا مطينا 500 متر في ايضا واحد سانتي متر على يمن على ميت متر صفرين يروحا وين صفرين اكس تو يساوي خمسة سانتي متر خمسة شنو سانتي متر خلينا شوف هنا خمسة سانتي متر زين هسا شراح سأسوي راح نمثل ها بالرسم يعني نقول نحدد نمثل ها بالرسم طبعا هناك بالامتحان بالمصدر الشمال غرب جنوب شرق شرق هنا احنا عدنا طبعا من هنا من الصفر ما دام قايل لي ثلاثة سانتي متر لأكس وان يعني نقول أكس وان واحد ثنيا ثلاثة هاي ثلاثة سانتي متر أكس وان والأكس تو خمسة ليش الأكس وان هنا خليته لأن هو قايل جنوبا بالجنوب أخلي وش بالشمال خمسة سانتي متر هنا في هذي الشمال نقول واحد نين ثلاث هاربعة خمسة هذي خمسة سانتي متر إذن هصير هنا هاي جي خطي الرسم يعني هذا الرسام يعني نقول طول المتجه ليمثله الإزاحة باتجاه شمال الشرق يعني ونرسل من اتجاه هاتي الأربعة الشمال والجنوب والشرق والغرب ونمثل يعني نبتدي من نقطة الأصل الصفر يعني بالمصدرة قلت لكم تساونا بمن بالمصدرة زي هسا بعد شو عندي خلينا نحل ونوصلنا خلينا سؤال هسا خلصنا سؤال الثالث ألف سؤال الرابع ألف جد مقدار الإزاحة المحصلة لإزاحتين X1 8 كيلومتر وX2 6 كيلومتر هذي شي يريد إزاحة أخذنا أه مو الإزاحة أي أخذنا الإزاحات جنوبا وشمال الشرق هسا مقدار الإزاحة المحصلة خلينا نشوف هنا سؤال الرابع فرع ألف مثل الإزاحات جدي مقدار الإزاحة المحصلة للإزاحتين X1 8 كيلومتر وX2 6 كيلومتر شي يريد يقول أول أن إذا كانت الإزاحتان باتجاه الشرق والاثنين إذا كانت الإزاحة X باتجاه الشرق والإزاحة X2 باتجاه الغرب يلا يعني الحل نقول الإزاحة المحصلة باتجاه الشرق يريد هاي النقطة الأولى شو نقول XR يعني يساوي X1 زائد X2 ويساوي إذا كان X1 منطينا ثمانية زائد والX2 منطينا 6 نجمع 8 يساوي 8 زائد 6 هاي يساوي 14 14 كيلومتر هاي باتجاه الشرق هاي شاقول الإزاحة المحصلة باتجاه الشرق هاي فشاقول أقول XR يساوي X1 ناقص X2 نقول 8 ناقص 6 يطلع 2 كيلومتر خلص الحل زين هسا هذا سؤال الرابع خلص نجي على السؤال الخامس سوري سؤال الرابع ألف خلص نجي على سؤال الرابع فرعباء تقطع سيارة مسافة مقدارها 450 كيلومتر يعني إذا كانت الإزاحة X2 باتجاه الشرق والإزاحة X لا وين وصلنا سؤال الرابع تقطع سيارة مسافة مقدارها 450 كيلومتر من بغداد إلى البصرة بزمن قدره 5 أج وتقطع طائرة المسافة نفسها بزمن قدره 1 أج يعني ساعة جد معدل الانطلاق كله من السيارة والطائرة نقول هذي فرق با نقول S يساوين D total عليمن على T total هذي 1 أج لا بالبداية خمسة 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 أج يعني المرة قال لي 450 كيلومتر على يمن بزمن من بغداد إلى البصرة بزمن خمس ساعات 450 على خمسة نقول على خمسة بها 1 45 كم خمسة بها 9 والصفر ينزل إذن S يساوي 90 كيلومتر على يمن على H هذه معدل انطلاق السيارة هسا نروح ناخذ معدل انطلاق الطائرة هم 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 نقول شنو نقول S يساوي نعم نفس الشي 450 كيلومتر على يمن على 1 أج يش يطلع نفس الشي قول 450 كيلومتر على أج هذا معدل انطلاق الطائرة هذا الحل ماتح زي بقالي السؤال الخامس يكون ميز بين السرعة المنتظمة والسرعة الغير المنتظمة السرعة المنتظمة كل وحدة تعريفها أقول المنتظمة الثابتة هي حركة الجسم الذي يقطع الإزاحات متساوية خلال فترات زمنية متساوية هاي المنتظمة أما السرعة الغير المنتظمة هي حركة الجسم الذي يقطع إزاحات غير متساوية خلال فترات زمنية متساوية كل وحدة والتعريف ومالتها هالسعيني خلصنا حل أسئلة علوم فيزياء ثاني متوسط الجزء الثاني إن شاء الله تستفادون من عدها وإن شاء الله توفير